تنشط ورشة العمل الميكانيكية التي يضمنها المركز البحريني الحراكة الدولي في تحويل نظام السيارات العادية إلى مركبات أخرى مهيئة بأدوات وتصاميم لاستخدام ذوي الإعاقة ليسهل ذلك على تحركهم ووصولهم إلى كل مكان هم يرودون الذهاب إليها هي ليست ورشة ميكانيكية خاصة يراد منها كسب الرزق وإنما هي ورشة غير ربحية بادر نحو تبنيها المركز البحريني للحراكة الدولي هنا تنشط سواعد هؤلاء من أجل راحة غيرهم لا يعيرون أهمية للجهد الذي قد يستغرقونه في الوصول إلى نهاية سعيدة تظهر إتقان عملهم في تحويل سيارة عادية إلى سيارة مهيئة بأدواتها وتصاميمها لاستخدام ذوي الاحتياجات الخاصة ممن يحملون رخص قيادة ليسهل تحركهم ووصولهم إلى كل مكان هم بالغوه براحة لا تلازمها المعاناة الفكرة ياتنا هذه للحاجة أن هذه الخدمات ما كانت متوفرة في البحرين والآن الحمد لله وشكر الله موجودة الخدمات هذه من الألف إلى الياه في تجهيز سيارات المعاوقين والمسنين وهذه الخدمة توفر المركز البحرين حراك الدولي بالتعاون مع البحرين خدمات المعاوقين لتوفير الخدمات هذه في تصليح في الصيانة في التركيب في كل حاجة ما يتعلق في تجهيزات السيارات المعاوقين بشكل عام والمسنين وأي تجهيزات مطلوبة خاصة ممكن نحن نسويها بإذن الله الكثير من معيقات التنقل التي قد تواجه أصحاب العزيمة من ذوي الإعاقة من المؤكد أن تتلاشى مع كل هذه التسهيلات التي توفرها ورشة الصيانة هذا نحن ما شاء الله استفادين من هذه الخدمات اللي هي خدمات اللي افتاوت ويد سهلت على ذوي الاحتياجات الخاصة ويعني كانت ويد قبل الصعوبة في التنقل من السيارة للويلتشير والحين الحمد لله رب العالمين ويد سهلت الأمور ويعني حتى شخص واحد يقدر يقود السيارة حتى لهم ذوي الاحتياجات الخاصة وما يحتاج حق مساعد نفس قابل رغم ضعف الإمكانات إلى حد ما إلا أن ورشة العمل التي يشرف المركز البحريني للحراك الدولي على عملها لا تألو أي جهد من أجل راحة مالكي الإرادة في قضاء أشغالهم وتذليل ما أمكن من الصعوبات التي قد تقف حجر عثرة أمام طموحاتهم البراقة ورشة عمل هي الأولى من نوعها رسميا هيئت جميع الظروف المناسبة لأصحاب الهمة من ذوي الإعاقة في استخدامهم لوسائل النقل المختلفة بالشكل الذي يوفر لهم حرية التنقل من مكان إلى آخر دون عوائق أتذكر لتلفزيون البحرين محمد الشدات ترجمة نانسي قنقر